اشتركوا في القناة لتنتم الأولياء راح نقص عليكم مصاريف تلك والضغط على الامتحانات سأكون سيدة وممتنة بتسجيلكم وها هو كود الخصم الخاص بالقناة الموقع راح يوفر لكم أكثر من ألف سؤال لتقييم أكثر من 1500 تمرين للتدريب منشئ آل رسالة للتمرين ولوحة بيانات باش تبعوا رواحكم وأولادكم لأن معلم رفقكم الدائم للنجاح السلام عليكم بعد أن رأينا في الجزء الأول من الفيديو الخاص بمادة العلوم مختلف الأغذية وطريقها الذي تسلكه خلال الجهة نرى في هذا الجزء الثاني الطريق الذي تسلكه مختلف المغذيات التي تحصلنا عليها للوصول إلى مختلف أعضاء الجسم وبالتحديد إلى مختلف الخلايا إذا لم تشترك بعد في القناة أنصحك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أما إذا أعجبك هذا الفيديو فإدعم جهدي باللايك أما الآن فسنعرف بمختلف العناوين التي سنتطرق إليها في هذا الفيديو وصولا إلى الوحدة الثالثة سنتحدث عن نقل المغذيات في الجسم أي طريق المغذيات الذي تسلكه من بعد الأمعاء الدقيقة أي أين ستستقر هذه المغذيات عندما تصل إلى الأمعاء الدقيقة ثم تنتقل إلى الدم أين يكون طريقها لدينا طريق الامتصاص وأيضا سنتطرق إلى مفهوم الوسط الداخلي والخارجي للجسم الإنسان وثالثا سنتكلم عن دور الدم في نقل المغذيات أي أن الدم يلعب دورا مهما جدا في نقل هذه المغذيات إلى مختلف أعضاء الخلايا سنقول وندرس ما هو دور هذا الدم أما في الوحدة الرابعة سنتكلم عن استعمال المغذيات أي أن هذه المغذيات كيف ستستعملها الخلايا وفي ماذا ستساعدها تتجزأ الوحدة إلى ثلاثة عنوين هي المؤدلات بين الدم والعضلات أي أن العضلات تستعمل المغذيات التي تأتي من الدم في ماذا؟ كل هذه أسئلة سنجيب عليها ثانيا التنفس ثالثا سنتحدث أيضا عن التخمر أما في الوحدة الخامسة وهي أبسط وحدة سنتكلم عن التوازن الغذائي لا شك أننا عندما نتناول الغذاء يجب أن يكون متوازنا إذن يجب أن نتكلم أيضا عن مختلف السلوكات الغذائية ودور الأسنان في كل عملية الهضم أظن أن هذا الفيديو سيكون خفيفا عليكم لأنه لا يحتوي على الكثير من المعلومات آمل أن هذا الفيديو سيكون خفيفا عليكم لأنه لا يحتوي الكثير من المعلومات كالفيديو السابق إن لم تفهموا شيئا أنصحكم بإعادته مرارا وتكرارا وآمل أن تترسخ هذه المعلومات الخفيفة الضريفة في أذهانكم أما الآن فسنتحدث وندخل مباشرة في الوحدة الثالثة التي تتحدث عن نقل المغذيات في الجسم أي طريقة الامتصاص كنا تحدثنا سابقا عن أن الامتصاص يحدث على مستوى الماء الدقيق أي أنه على مستوى الماء الدقيق وبالتحديد على مستوى الضغبة المعاوية يوجد طريقات الأول يسمى بالطريق اللمفاوي الذي يحتوي على اللمف والثاني يسمى بالطريق الدموي الذي يحتوي على الدم بالتأكيد وكنا قلنا أيضا أن الطريقين يمر منهما مختلف الأغذية المغذيات أقول التي بسطت أو هضمت وتواجدت على مستوى الماء الدقيق حيث أن في الطريق الدموي تمر الماء والأملاح المعدنية التي هي مغذيات بسيطة لم تخضع للهضم أما الجليكوز والأحماض الآمينية فهي أغذية خضعت لهضم وتبسيط حيث أن الجليكوز أتى من النشاء والأحماض الآمينية أتت من البروتينات أما الجزيئات الضخمة التي نحسبها ضخمة بالنسبة إلى هذه الجزيئات تتكون من الأحماض الدسمة والجليسيرول تأخذ أو تسلك الطريق اللمفاوي ننوه إلى أن هذا الطريق اللمفاوي أو اللمف يعود من جديد إلى الطريق الدموي في الوريد تحت الترقوي الأيصار حيث يتوزع الدم على كامل أعضاء الجسم إذا حبينا نهضره بالدرجة وش حبي يقول عندنا هذا الرسم التخطيطي الرسم التخطيطي هذا يمثل طريقة الامتصاص معلتها في المعي الدقيق عندنا بنية هذا البنية تتمثل في الزغبة المعاوية هذا الزغبة المعاوية فيها نوعين نقدر نقوله من الشعيرات عندنا شعيرات دموية وعندنا شعيرات لمفاوية حيث أن اللمف يأتي من الدم هي اللمف هو عبارة عن سائل بني اللون يشبه المصل تعدم كما نرى نشوف هاوليك يرتبط بالمعي الدقيق وبالتحديد في الزغبة المعاوية المغضيات الموجودة على مستوى المعي الدقيق تنتقل مباشرة إلى الدم حيث أنه كما قلنا هنا الماء والأملاح والجليكوز والأحماض الآمينية تنتقل في الدم أما الجزيئات الضخمة التي هي الأحماض الدسم والجليسيرول تنتقل في النمف كما قلنا هنا هذا هو رسم تقطيطي لطريقة الامتصاص حيث أنه يحتوي هنا على القلب بالدرجة الأولى هنا باعتباره هو الذي يضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم على الكبد باعتباره غدة وباعتبار أن الدم يمر عبر الكبد لدينا أيضا هنا روي بي أن النبل اللمف يعود من جديد إلى الدم ليوزعه على جميع أعضاء الجسم عندنا وريد أجوف علوي يمر منه الدم عندنا وريد تحت ترقوي أيصر الذي كما قلنا بالدرجة يتبرونش فيه اللمف باش يختلط مع الدم وعندنا وريد فوق كبيدي عندنا وريد أجوف عندنا وريد بابي كبيدي بالنسبة إلى هذا المخطط والأسماء تعل الأوردة مشي وارد ولا لازم نحفظهم ميم ليحو كان نعرفوهم هذا فيما يخص طريقة الامتصاص بالوصول إلى العنوان التالي الذي يتمثل في مفهوم الوسط الداخلي ومفهوم الوسط الخارجي في هذا العنوان سنتعرف على ماذا يتكون الوسط الداخلي وعن ماذا نتحدث عندما نقول بالوسط الخارجي نعرف جميعا أن الخلية الواحدة تكون النسيج النسيج هو عبارة عن مجموعة من الخلايا ومجموعة من الأنسجة تكون لنا العضو هنا أخذينا مثال الكبد ونعلم أيضا أن النسيج أو الخلية الواحدة يحيط بها سائل بيني هذا السائل البيني يأتي ويترشح من الدم حيث أنه يترشح من مصورة الدم حيث أنه سائل بني اللون يشبه بالدرجة الأولى مصورة الدم لأنه يترشح منها ونتطرق أيضا إلى عنوان آخر الذي يتمثل في تركيب الدم مهم جدا أن نعرف ما هي المكونات التي يتكون منها الدم حيث نقول أن الدم يتكون من كريات حمراء التي تنقل بالدرجة الأولى ومهمتها الأساسية والرئيسية وهو سؤال يطرح دائما في الانتحانات والشهادات نقل الغازات الغازات تتمثل في السي أوثنين وهو ثاني أكسيد الكربول والأثنين ويتكون الدم أيضا من كريات بيضاء سنتحدث عن دورها لاحقا لكن الآن دورها يتمثل في الدفاع عن العضوية أما الصفائح الدموية فتلعب دورا هاما في تخطير الدم حيث أن الصفائح الدموية هي المسؤولة عن غلق الجروح مبدائيا وعدم حصول نزيف حاد إذا ما الإنسان جرح يمكننا أيضا التحدث عن العلاقة ويجب أن نتحدث عنها أن العلاقة بين الدم والسائل البيني واللمف هي علاقة تقريبا علاقة تشابه أي أن الأحد يرشح من الآخر بمعنى الدم يحتوي على مصورة الدم وهذا المصورة يرشح منها السائل البيلي الذي نجده بين الخلايا وبين الأنسجة الذي يكون هذا الأخير لهو السائل الميلي يكون لنا اللنف لذلك نجد تشابه كبير بين مصورة الدم والسائل البيني واللمف حيث أن اللنف كما قلنا مقبل يصب من جديد في الدم بالعودة إلى الوسط الداخلي والوسط الخارجي ومفهومهما مبدائيا الوسط الداخلي هو كل ما داخل جسم الإنسان حيث أنه يتكون من الدم اللنف والسائل البيني هنا يوم عندنا حجم خارج جسم الإنسان كلها أعضاء والأجسام الداخلية أما فيما يخص الوسط الخارجي فهو كل ما هو خارج جسم الإنسان من أجسام غريبة قادرة على أذيته بهذا حاولت تبسيط كل من الوسط الداخلي والوسط الخارجي ووضعت كل المعلومات وحشرتها هنا حيث أني أظن أنه ليست هناك معلومة دخيلة أو لم أضحى بإذن الله سيكون هذا هو التلخص الكامل المتكامل لدرس الوسط الداخلي والوسط الخارجي ترجمة نانسي قنقر